اشتركوا في القناة اهمية ابدا بالنسبة للرجل وده كمان رجال كتير بيهتموا بي ولان جسمهم دايما محتاج لفيتامينات والمعادن كتير في مراحل عمر مختلفة احنا نهاردة هنتكلم في فقرتنا عن يعني اهمية هذه البايتامينز او المكاملات الغذائية لصحة الرجل مع عضفتي المشرفاني منوراني في الستوديو دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترل اهلا يا دندولة منوراني بنورك يا عظيمة يا جميلة عملة ايه في قلبي بتوحشيني وانتي اكتر حبيبته عمري احنا انتي بوسي يعني ايه كل موضوع للفقرة بيكون مختلف ودايما بتحب ترضي كل الاطراف طبعا فانتي بتهتمي بالبنات والسيدات انا عارفة طبعا عشان انتي يعني احنا طبعا منهم لكن كمان بتقوليلي لازم نهتم بالرجل واصبحت فيه حاجات كانت زمان ما هيش مهمة او ما كانوش بيضوها اهتمام دلوقتي اصبحت مهمة وبيدوها كل الاهتمام من ضمنهم المكملات الغذائية والفايتامينز عزيمة عارف الرجل فعلا من سنه كام يبدأ ياخد الفايتامينز وايه اهميتها بالنسبين الفيتامينات والمعادن مهمة جدا لأي رجل مهما كان سنه كبار السن من الرجال لازم فيتاميناتهم معادن الرياضيين لازم يمشي على فيتاميناتهم معادن اصحاب الامراض المزمنة لازم يمشي على فيتاميناتهم معادن اللي اكلوهم مش صحي وسوء التغذية لازم يمشي على فيتاميناتهم معادن المدخنين لازم يمشي على فيتاميناتهم معادن ومضادات اكسادة فكل الرجال مهمة جدا لهم الفايتامينز الفايتامينز مهمة لهم في ايه لتنشيط منعاتهم لتعزيز منعاتهم مهمة لهم لتعزيز التمثيل الغذائي والنشاط بتاعهم والطاقة بتاعهم اليومية كل الرجال عايزة يصحوا منهم يبقى عندهم تطاقتهم عشان ينزلوا واشتغلوا وكل النق يعني مش مثلا ممكن مثلا مين اللي بيسوقوا والعربيات الكبيرة بيقعدوا فترة طويلة جدا في الطرق لازم الدهن بتاعهم يبقوا مركزين وهم سيئين المهندسين مهم جدا اللي بنزلوا لوكيشنز ومش عارفة ايه وبتاع المخرجين اللي زي الموجودين لسه كنا بيقول المخرج بتاعهم لسه كنت هقولها أنا قلت أكيد الأستاذ المخرج بتفرج عليها بقول لي فن يا دكتور ينوعانا بنعمل كم حلقة في اليوم طبع ولازم صح كلهم لازم يبقوا طول الوقت زهنهم حاضر ومركز صحيح من أهم الفيتامينات اللي الراجل لازم يمشي عليها فيتامينات كتيرة جدا أمش أقولوا أن الفيتامين أهم من فيتامين لكن اللي هيلم بمعظم الفيتامينات اللي هو محتاجها هو ELP MultiVit أو ELP MultiVit مهم جدا أنه يمشي على ELP MultiVit قرص واحد في اليوم ليه أولا لو هتكلم عن نشاط مهم ليه جدا يدعم دمه فيتامين به أو عائلة فيتامين به كويس طبعا ELP MultiVit الصورة احنا شايفينها على الشاشة وبقول لهم أن أنا ما عنديش بديل عايزين تجبوه من السيدليات احنا موجودين في سلسلة سيدليات معروفة موجودة في كل محافظات مصر كويس روحة السيدلية اللي جنب بيتك ما لقتوش احنا متواجدين تقول للسيدالي الدكتور السيدالي أن ELP MultiVit متوفر في الشركة المتحدة وأول يطلبوه عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة طيب أنت تقولي دلوقتي ELP MultiVit ليه ما معنا ELP MultiVit شاهدنا الصورة القبل أو دلوقتي كمان الصورة دي بيوريكي كمية الفيتامينات والمعادن في قرص واحد أيوة يبقى فيتامين سي كابر النحاس فيتامين إي فيتامين بي واحد واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واثناشر الكالسيام الفوليك أسد كل دول والزنك 13 عنصر أو 13 نوع من الفيتامين بالزبت موجود جوه بالزبت والزنك مهم جدا للرجل عشان يدعم خصوبة الرجل مهم جدا ليه عشان نسبته عالية نسبة الزنك عالية وبيدعم الزنك يدعم المناعة والطاقة بتاعته وطبعا رجال كتير كمان بتهتم بشعرها وبشرتها يعني مش الستات بس لو هتكلم على تسقط الشعر بالنسبة للرجل لو هتكلم على الصلع التام بنلجأ أكيد لزراعة شعر عشان بس ما نقولش الدكتورة دينا دينا عندي صلع وبتقولي خد ألف مالتي فيت لا طبعا ألف مالتي فيت بعد لو عندي لو الراجل عنده صلع طبعا الستات ما عندها جين الصلع ودي ميزة ونعمل عند ربنا عندنا جين تسقط شعر لكن ما عندي مخرجة بيقولي تيكون بدل لا في دي لا فبقول أي راجل لو عندك صلع مثلا لازم ألجأ لزراعة شعر بس الحلو بقى أن أنا بلجأ لزراعة شعر أن أنا أستخدم قلب مالتي فيت عشان أحافظ على الشعر صحيح عشان الزنك مهم للشعر البيوتين مهم للشعر الكوبلامين مهم للشعر الفوليك أسد مهم للشعر فمع زراعة الشعر لكن لو الراجل شعره بدأ يتساقط لكن مش صلع بيأخذ ألبا مالتي فيت ويلاقي تحسس بعزز ممكن يكون نقص بها يتمنز فعلا في جسمه طبعا وسوق التغذية برجع أقول صح الراجل مهم للكوبلامين والكوبلامين مهم جدا لأنه بيدعم كرات الدم الحمراء والأعصاب دعم للأعصاب جدا حشان كده بقول مريض السكر لازم يأخذ ألبا مالتي فيت مع الأدوية لأنه بيدعم جدا الأعصاب عندك الرياضيين مهم لهم جدا الكالسيوم التكوين خلايا العظم مهم لهم الفيتامين بها عشان الأعصاب مهم لهم الكوبلامين مهم لهم فيتامين سي عشان بيدعم المناعة جدا ممكن أخش جم مش نظيف ولا معرفش على فكرة صح يعني لازم كلها تتعقم كلما حد يطلع يمشي منها يجي حد يعقم فريدي بقى مش متعقمة لو منعتي مش قوية هبقى ملطاشة للفيروس طبعا ألبا مالتي فيت دعم للرجال لو هقلت لي من سن كام أنا ممكن أخذه من سن الشباب بذات الشباب اللي بيأكلوا طول الوقت جونك فود ما بيحبوش أكل البيت وده الحاجات قولي الشباب بيحرق شوية لكن برضو لازم يدعم ما بيحرق دلوقتي بعد بقى كم سنة كمان تلاقي ده بيتراكم بالزبط بالزبط فابتدأ من سن الشباب اللي جميع الأعمار الجرع المصرح بيها طبعا بطمن كل الناس وكل الرجال اللي بتتفرج علينا حتى الستات لأن الستات مهم لهم برضو وطريقة الحصول عليه في الصغدالية ففاضل ايه أمان أكتر من كده مهم قوي أن لما أتكلم على منتج بتكلم عليه لأني مجرب عن نفسي أي منتج بتكلم عنه والشركة اللي أنا شغالة فيها سمعتها عاملة ازاي وطبعا شركة بايو ناتشرال من أقوى الشركات اللي أنا اشتغلت فيها ومبسوطة جدا بغضو وأنا متطمنة 100% لما روش أي أعراض جنبية إطلاق طيب هاي احنا كده قلنا من سن البلو مناسب لكل الأعمار حتى الأمراض المزمنة مش بس كبار السن الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والكوليسترول والقلب طبعا مهم لهم جدا لأن قلب مولتي فيتامين E اللي موجود داخل القلب مولتي فيت بيعمل على عدم أكسادة دهون الضرة دهون الضرة في الجسم أكسادة تتحول إلى كوليسترول اللي هتترسب لها الأوعية فهو بيعمل على عدم أكسادة دهون الضرة بيتاخد قلب مولتي فيت مع الأدوية الخفضة للكوليسترول مريض القلب كمان مفيش أي مشكلة بياخده ومريض السكر كمان بياخد قلب مولتي فيت معديش أي مشكلة أهم حاجة نصور شكل العلب عشان معديش بديل في السيدليات لأن الناس بتنقسم نوعين نوع يقولك لا أنا مش عايز أخذه أونلاين أنا عايز أروح أخذه من السيدلية والنوع التاني يقولك لا أنا مش قادر أنزل السيدلية أخذه أونلاين فإحنا موفرين طريقة الحصول عليه اللي عايز يخدم السيدلية إحنا موجودين في السيدليات في سلسلة السيدلات كبيرة والسيدلية اللي تحت البيت اللي مش هتوفر فيها ألب مولتي فيت العميل هيقول الدكتور السيدلي وفره لي من الشركة المتحدة للسيدل إحنا موجودين بكود 8205 أو لو عايزين نستفسر أكتر عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرا نستفصل عن أي حاجة تخص ألب مولتي فيت طيب قولنا بعد مدة قد إي من الانتظام ممكن نشعر يعني نشوف النتائج بجد كويسة ونشعر بها بالنسبة للنشاط بشوفه من تاني يوم على طول أولا لازم مهم أن أخذه وانس ديلي ما فيش حكس مع يوم إذا أصلا وفوت يوم لازم كل يوم بانتظام لازم كل يوم بانتظام تمام بشوف النشاط من تاني يوم بالنسبة للشعر أكيد بشوف تحسن في خلال شهر لأن الشعر يأخذ وقت شوية والضوافر طبعا هذا مهم وطبعا على الصورة هذه مميزات قلب مالتي فيت الأعلى في تركيز الزنك الزنك زي ما نقول مناعة طاقة ذكورة بشرة شعر يقوّل مناعة لأنه فيه فيتامين سي وفيه زنك غني بمجموعة فيتامين البيه أنه يأخذ أنتي أكسيد جسمنا يتأكسد حاجات كثيرة جدا الأكل نحن نحب المسبك والملء حاجات كده فطول وقت هذا يعرض الأكسيد والزيوت المنائلي بها مرة واثنين وثلاثة وعشرة دي خطر جدا عندك خصوصا أنه فيه حاجات تانية قدر يعني أوظف الزيوت دي فيها فمش حرميه بالزرق لسه فيه بيتعامل بيها فيه حاجات كثيرة بتتعامل بيها صفون طبعا أي واسا أوكي ريسايكلين جاي آه طبعا بس مش في البيت انتي تعمليه في البيت فيه ناس بتعامل في البيت طبعا والله ما عاش عارف لا ده أنا هعمل حلقة من الموضوع ده عشاء كل أصدقائنا يستفيد عشاء يبطلوا يعني يحتفظوا بالزبط يعني جنبوه وحنحتفظ ونستفيد منه حاجة بس صحيكو أهم لا لا الصحة لا تعوض خالص يعني أي حاجة في الدنيا بتتعوض مع هذا الصحة والستر طبعا الحمد لله وكمان مهم قوي للراجل أنتي أوكسيدنت لأن الأكل طول الوقت ممكن مبقاش صحي مش طول الوقت يعني التدخين بيأكسر مش بقول أن قلبة مالتي فيت هيحجب الضرر اللي بيعملها التدخين التدخين كرسى ماشي بس نحن نحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه عندك كمان مهم جدا اليوم أشعة الشمس بتأكسد الصورة دي الكود بتاع السيدلة زي ما أنا قلت 83 205 للسيدة السيدلة اللي عايزين يوفروا قلبة مالتي فيت داخل السيدلية بتاعتهم كويس عشان أنا ما عنديش بديل بقول السيدة السيدلة بليز عميل دخل يسأل على قلبة مالتي فيت ما تدلوش بديل ما عنديش بديل لقلبة مالتي فيت تمام طيب هنكمل كلامنا بقى خلينا نسأل بعض الأسئلة البسيطة كده في مثلا قانيني أسأل بس السؤال المهم دلشان أنا اه هنا بيقول يهو أنا ينفع أخذ نوعين من المكملات الغذائية مع بعض وهل كترة تناول المكملات الغذائية دي ممكن تسبب لي أضرار ممكن ياخد مكملات غذائية مع بعض ده سؤال ده نظري جدا يعني ياخد 1000 مالتي فيت وياخد معه كمان مكمل غذائي مثلا مالتي فيتامين تاني لا مش محتاجة أكثر من كده يعني أنا مش محتاجة بالنسبة الفيتامينات فيتامين بي هياخد ايه فيتامين بي تاني ما أنا عندي هنا فيتامين بي هياخد فيتامين سي عندي 500 ملي جرام هي تاخد زينك عندي أعلى تركيز في زينك ممكن ياخد لو عنده نقص فيتامين التانية فيتامين دال في الحالة بقى لو محتاج يدعم حاجة معينة تقصدي عايز فيتامين دال عنده نقص بياخده أكيد مع مالتي فيتامين دال يتاخل في وسط الأكل أو مع دهون أميجا لكن أخذ نفس الفيتامينات دي في مكامل الغذائي وعلي النسبة لدي صح طيب لو عايز ياخد فيتامين دال ما عنده مشكلة لو عايز ياخد أميجا مع ألبا مالتي فيد برضه ما عندي مشكلة لكن لو عايز ياخذ زينك ليه وعايز فيتامين به لأ أنا عندي كل حاجة لأ بتحصل أنا عايز أقول هالك لنازل يتي تلفتي نظر ممكن في حاجة كمان يعزي لو محتاج كالسيوم أعلى أوكي برضا لازل عشان لو نسيج التحليل طلع ومحتاج بيد عم بلازمة أعلى من اللي موجود في أميجا تاخد كالسيوم لازم لازم مع ألف مالتي فيد لازم طيب معاك ريم بتقول حاجة مهمة قوي ريم أحنا تقول أنا مش بعاني من أي مرض بس أحيانا بيجيلها تربات في القلب يعني ضربات قلب سريعة شوية خلاص ممكن تعرف هل لدي علاقة بنقص الفيتامينز ممكن يكون عندها أناميا مرض ممكن يكون عندها نقص حديد لأن الهيمجلوبين لو نقص الأكسجين مش بيوصل الأكسجين ما بيوصلش للخلايا فالقلب بيحصل له حاجة اسمها تاكيكارديا أو بيعلي القلب يقعد ضرباته عالية عشان يدخ الدم الذي فيه أكسجين للأطراف فلازم نتطمم من الحديد ولازم نتطمم من الكوبالامين ونسبة الفيتامينات اللي عندي مدام عنديش مرض لقدر الله مزمن طيب دهايل طيب وإحنا هنروح نشوفه في الصيدلية فين دلوقتي إحنا موافقين جدا لو مش موجودة هل التوصيل ممكن نيجي لحد عندي ولا ما فيش توصيل خلج القاهرة لا بنوصل لحد مرسى عالم هي بقى بعد من الغرداء شوية بس بنوصل عادي إحنا نروح لك لحد أيوه أنا ممكن نروح وقعد ممكن أنا وصل لها ألف موزيبيت بنفسي حاببتي يعني هتلاقي إن شاء الله إن شاء الله ولو لا قدرة لو ما لقيتهوش في الصيدلية وطبعا مجموعة صيدلات كبيرة معروفة ولو ما لقيتهوش دكتور دينا قالت على على الأرقام اللي ظهر على الشاشة أو من خلال كود الصيدلية للصيدلية نفسها تطلبه وتجيبه لك حاببتي طيب عندنا دي بقى شريف الشريف بيقول إيه هالنقص الفيتامين زي في الجسم ليه علاقة فقدان أو فتح الشهية فقدان الشهية ممكن يبقى نتيجة نقص نقص الفيتامينات يعني أصلا فقدان الشهية يعني مود مش حلو فأنا عطلهم عن ليش نفس ما ليش نفس وللأكل ولأي حاجة النقص الفيتامينات بتعمل مود سوينجز بتعمل تقلبات مزاجية أكيد في ناس عندها الاكتئاب بتقفل الشهية خلط في ناس بتطمح ما في الأكل يا حبيبي أيوه أيوه للعزيم فممكن وقتها بيبقى فيتامين إيم بالامس يعني ممكن طيب تمام طيب ألاء دي بقى مهمة بسي ألاء محمد بتقول مساء الخير أنا من وقت اللي التاني بيحصل لي تشقق في زوايا بق فكنت عاوزة أعرف هل ممكن نقص فيتامين زي يعمل كده فيتامين بي على طول وسعاد بيعمل تشقققات في الشفايف في الشفايف وزوايا البق والتدخين والله التدخين يعمل تجايد هل فيتامين بي معين ولا فيتامين بي كلها نقدر نقول الفولك أسد والكوبالامين والثايمين يعني مجموعة فيتامين بي مهمة جدا لأن فيتامين بي بيعمل على الترتيب وانس فيتامين بي هيقل هيحصل أن الجلد ينشف وحوالي البق ينشف ويشقق لي دي معلومة مهمة لا على فكرة عراض نقص الفيتامينات بتبين على الوش يعني زي ما أنت قلت عارف النقط البيضة اللي كان زي ما بتحصل في الدوافر يقول لك ده نقص كالسيوم والزينك كمان كالسيوم وزينك مع بعض والوش الشاح بنقص فيتامين سي أو الهالات السودة برضو والهالات السودة بالزفر طبعا عندك الوش المسفر على طول تقولي الكوبالامين الفيتامين بي 12 لأن الفيتامين بي 12 هو اللي بيولد لخلايا الدم الحمراء الشعر اللي يتساقط يعني بيوتين ما أنت عارف يقولك أحلى حاجة ناخده منها النحاس كمان غير لو يعني غير المكملات الغذائية حتى لو مر في اليوم العصير الأخضر اللي فيه كل الورقيات الخضرة يتضرب كله مع بعض يا جماعة وتشربوه صفوه وشربوه ممتاز جدا يعني بتاخدوه طبيعي ودي أحلى حاجة وما أكثر هو وفي نفس الوقت ما هوش سعره عالي يعني يعني الواحد ساعة بيعملوا جرجير وكرفس وكسبرة وشبر جدا ده رقع وجرجير مع الصبار كمان الطبيعي أه أعني بيقول جرجير لما مناكلب الصبار ممناكلوش صح لا تعرفي أن برا مصر في الصين يعني عشان بس مطلع لا لا بيجيبوا الصبار نوع معين من الصبار مش بتاعنا في كذا نوع في الطيجر هو زي النمر وفي اللي احنا عارفين هو طويل في بقى المبطط اللي فيه شوك ده بيشيلوا منه الشوك وبيقلوا بيأكلوا بيقول لازم يخلط بنوع زيت طبيعي يعني اما زيت لوز اما زيت زيت زيتون المهم يبقى ليه خليط مع نوع زيت سواء هتعملي ماسك على وشك او هتستخدمي شعرك وجسمه مهم قولي الاختر سن مهم قولي صبار عارفة ايه بعد الولادة سعاد بيبقى فيه ستريتش ماركس دي بيقول احلى حاجة طبيعية لها الصبار هتجيبي الصبار وتعمليها بشكل دائري على المكان لمدة اسبوعين بيروح بص يعظم الستريتش ماركس لو حمرة ما بتروحش لا مش حمرة ديت اكسيدة خلاص لا مش حمرة والبيضة بتتفيد لكن ما بتروحش تمام لا ورضو مش كده اللي بتبقى لسه زهرة لسه بقى هما لو سابوها يهملوها يتوصل لكده ما هي مشكلتنا احنا في مصر ان احنا بنسيب الحاجة قوي وفجأة نحن نحب نسيب الحاجة للآخر وعندين الموضوع بص خالص ننتجي نشوف هنعمل ايه وانا منهم على فكرة بس انا تعودت انه لا تخيالي انه كان يعني الكونسبت حتى كانوا دايما في البيت يقولوا انتي اي حاجة كده بسرعة قولهم يعني نلحقها نلحقها ما يمكن لما تأخر عليها لقدر الله يحصل حاجة مش كويسة ده مهم جدا فان انت تسأل وتفهم يبقى دي حاجة مهم أنا طبعا بصي الوقت بيعادي معيك بسرعة رهيبة بجد وبابقى مبسوطة جدا واتمنى يا رب انه متابعين الكرام اللي بيشوفونا من شاشة خلال شاشة قناة الاهلي ويتابعوا برنامج مهارات عظيمة شوفوا فقرة دكتور دين ابو سعود نكون لبينا طلبات حضراتكم وردينا على كل الاسئلة اللي حضراتكم بعتوها اسمحولي اشكر دفتي لشرفتني نورتني النهاردة دكتور دين ابو سعود المستشار الطبي لشركة بايو نورتين وشرفتين حبيب واصبحونا يعني الوقت يعدي بحاكم بسرعة لكن ان شاء الله لقاءات اخرى بعتونا الاسئلة سواء من خلال صفحة الشخصية او من خلال صفحة دكتور دين او السعود او من خلال صفحة شركة بايو وتحت امركو في اي وقت وطبعا اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحرقة جديدة على الف خير وصحة وسلامة وسعيدة وسلام عليكم